ألاف الحوادث التي تتعلق بالعنف الأسري شهدها العراق خلال السنوات الماضية ألقت بظلالها على المشهد الاجتماعي في البلاد وأفرزت غضبا شعبيا مما آلت إليه الأوضاع داخل الأسار العراقية معدل مرتفع من الاعتداءات ضد النساء وصلت المسجلة منها بشكل رسمي إلى نحو خمسة آلاف حالة في عام واحد ناهيك عن الانتهاكات المخيفة التي يتعرض لها الأطفال مختصون نفسيون وباحثون اجتماعيون قالوا إن مظاهر العنف بدأت بالتسيد على طبيعة المزاج العراقي بشكل عام نتيجة عوامل عديدة في مقدمتها أسباب أمنية متعلقة بالصراعات والحروب وأخرى اقتصادية ناجمة عن الفقر والبطالة الضغوط النفسية الإنسان يتعرض عليها خاصة بالعامل الأخيرة كثير من الضغوط الموجودة النفسية قلة العمل حالة الاقتصادية حالة الاجتماعية وتقف وراء زيادة معدلات العنف الأسري أسباب أخرى كاتساع ظاهرة تعاطي المخدرات وغياب مراكز الرعاية والتأهيل النفسي بموازاة تخبط حكومي في مواجهة الظاهرة وفشل برلماني في تشريع قانون مناهضة العنف الأسري للأسف أنا أقول البيئة في العراق أصبحت ملائمة ومناسبة جدا لارتكاب العديد من الجرائم بسبب الأوضاع الأمنية السياسية الاجتماعية الاقتصادية عدم قدرة الحكومة على السيطرة على كثير من الملفات على الحدود من حيث تهريب المخدرات وإدخالها إلى داخل العراق وتشير البيانات الرسمية إلى زيادة مستمرة في حوادث العنف الأسري عاما بعد عام ما يتطلب استنفارا عاما لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تهدد المجتمع العراقي وتمثل حلقة أخرى في مسلسل أزماته الطويل ترجمة نانسي قنقر